ما هي التوقعات المستقبلية للتدخم وهل ياخد خطوة سباقية ولا لأ احنا عندنا 400 مليار جنيه تم الاعلان عنهم حريك حتى صححتي لرقم 471 مليار جنيه حصيلت سواء شهادات جديدة او تم تجددها لشهادات اللي كانت موجودة اصلا في بنك مصر والبنك الاهلي اول رقم اللي كان بيتقال انهم 500 مليار قبل كده اللي موجدين في الشهادات دي لا شوف حياتك الرقم الاصلي اللي كان موجود في الشهادات الخمسة وعشرين كان ربعمائة وستين مليار ربعمائة وستين مليار لو زودنا عليهم من 25% فحياتك كده بتتكلم على 575 مليار كانوا هيخرجوا من هذه الشهادات للسوق بس هو خرج كده منهم الوقت خرج منهم 471 مليار اتجددت دخلوا في الشهادات الجديدة 23 نص والسبعة عشرين كويس واحنا لسه في الاسبوع التالت تمام فمو توقع الاسبوع الجاي على تقدير الشخص انهم يغطي ال575 بالكامل يغطيهم كلهم اه وبالتالي كده صحافة السيولة دي بدل ما كانت تنزل للسوق بس هو واضح انه فيه جزء كبير نزل منها او جزء ما نزل منها حتى لو فيه جزء نزل كل ما نكلم بتوع الدهب يقول لنا فيه ناس كثير بتشتري مننا دهب من الشهادات دي بدل ما يخلتها معاه والله يا حضرتك انا ليه ارقام اه انا مليش كلام مفووم انا الارقام اللي قدامي انه افتلت اسابيع بنكين لما ربعمائة واحد سبعين مليار لو قلنا حيمشوا حتى على وديل اقل تمانين مليار كمان او سعين مليار كمان يبقى هنا انت غطيته خمسمائة خمسة سبعين دهب هل احنا قدام فيه ناس كثير بتقول الحكاية دي وعايزة راجع للنقطة دي محاولاتك احنا قدام مرحلة هتزيد فيها الفايدة حتما كمان عن النسب دي ده بالنسبة للشهادات ولا الفايدة في شكل عام الفايدة في شكل عام طيب الوجه احنا اللاجنة سياسة النقدية قريبة مفهوم وبناء عليه الكلام النهار ده هل اللاجنة سياسة النقدية القادمة وفيه دق وجود السبب وقد برحتك هتزود ولا لأ بشكل عام المركزي المنشور بتاعه بيبصل مجموعة حاجات عشان ياخد هذا القرار الحاجة الاولانية الحالة العالمية وحالة التدخم في العالم هل في زادة حالة التدخم في العالم ايوة قناة السويسة على فكرة لما وقفت ده قدى الى زيادة أسعار الشحن قدى الى زيادة التالية ففيه بعد التدخم ذات في العالم نمرة واحد نمرة اتنين هو بيبصلك على التدخم كامل النهاردة في الشهر الأخير نزل واحد بسبعة من عشر نمرة تلاتة بيبني القرار برضو على نقطة تلتة ما هي التوقعات المستقبلية للتدخم وهل ياخد خطوة سباقية ولا لأ طيب في دوق الثلاث نقط دول فيه اتجاهين الاتجاه الاولاني انه هو ممكن يزود الفترة الجاية في اللجنة الجاية ما بين مثلا انا شايفها في حدود الواحد في المية في حدود واخد برحتك ولكن انا الحقيقة ضد زيادة الفايدة ليه اولا زيادة المصاريف التمولية على كافة المنتجين في البلد فبيعمل ليه المنتج الفايدة زادتها ليه يروح محملها على المستهلك فده في حد ذاته زيادة زيادة وبالتالي بيقدي لك لتباطه اقتصادية فده حاجة نحاجة تانية كمان ودي عند دكتور فاكري انه بيقدي الى الزيادة في العجزة في الموزنة العامة للده فايدة الدين فايدة الدين بتزيد على طوله وبتقدي الى زيادة العجز فبالتالي النهاردة انا ما برجحش ده الا لو انت مضطر او انت عندك التضخم ناس بس بما ان احنا داخلين على توقعات مستقبلية زي بقولك رمضان الناس بتشتري ما فيه شك والوقتي التضخم في العالم زي شوية ده اعتقد انه هخلي اللجنة سياسة النقدية زوزه شوية في الفجر نفهم سؤال صهر هو معليش السؤال برضو ايه من الناس اللي بتسأل يعني احنا عندنا مثلا اللي انا عرفه حوالي ما نجيبش تلتميت ما نجيبش خمسمائة الف كارت اقتمان اقتمان وعندنا كروت بقى اللي هي كروت بتاعت الديبت كروت بالمرتبات اكتر من كده ولا انا غلطان لا حضرتك لو بتكلم على كروت الاقتمان بشكل عام انت متعدل سبعة وثلاثين مليون سبعة وثلاثين مليون ده الكروت اللي هي القبض ميزة وقبضه المدفوعة مصدقة بس في حضرتك الخاص بالمباشر اه وفيه الكارت الاتمان والخاص بالمباشر تمام وفيه ميزة كويس الكروت دي سؤال مصرفية عشان من ساعة برضو فيه ناس قالت انه اول ما البنوك خدت قرارات الحدود والقيود اللي تحطت على الكروت السوق السوداء نطرت السوق الموازية عاليت هل ده افتراض صح ولا غلط شوف حضرتك طبعا اللي حصل نتيجة سوق الاستخدام فبالتالي ناس اساءوا الاستخدام بشكل جيل عاجي فخرجت مليارات 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 يا فن وانا مسؤولة عن كلام انا مش عايز اقول رفع عشان ما اخد لكن خرجت مليارات فعليا لان فيه ناس كانوا ده فيه واحد كم عام 117 كرت وراح سحب بيهم فلوس واشترى بيهم ده واشترى موبيلات لأ حضرتك النهاردة تسحب ياخد قروط العيلة كلها ياخد قروط العيلة كلها توجرين حضرتك كروط 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 الكامير لأ وحضرتك انت بتتكلم الموضوع ده من امتى هل هو من النهاردة احنا بقلنا سنة او اكتر طب مش ده غزة الرعب او القلق او التوتر عند السوق الموازية ولا لأ لا شوف حضرتك اللي في السوق الموازية اللي حصل لما ابتدت المركزي نوز الأول منشور يا جماعة سوق استخدام وخلص أنا هعمل نوع من الايد بعد كده منشور تاني بعد كده ابتدت المنوك بقى كل يتحدد الحدود بتاع حكتين السحب النقدي والمشترات في البداية كل بنك على حسب وحفظه وعلى حسب وضعه اللي هي ده بتكاعد اللي هي السحب المباشر نجي توقف تخالص كدولار بره جميل فده كله النهاردة الناس بتعمل ايه فيه بعض الناس تنزل تشتري نزلت فعلا في فترة اشترهم من السوق السوق عشان بسافرين بره ده حصل فده لعلى شوية في السوق بس في الأول كان فيه خطوتين خطوة نزل تعليمات وقف شوية الدولار خالص بره وبعدين لما حصل طبعا التصرفات دي فتحوا شوية ولكن كل بنك له أن يحدد بالضبط يتأكد على حسب مصلحته وقدرته لأ على حسب القدرة وخدبال حياتك وعلى حسب نوعية العميل لو عميل مثلا من عملاء اللي هم عندهم موارد وكده ده ممكن معاملته حاجة تانية كل واحد بالمناسبة برضه فصري لي حضرتك موديس بعدما نزلت التصنيف المصري بعدها دايما كل مرة ينزل التصنيف أو تعلن التصنيف في الفترة الأخيرة ودائما تخفيض للتصنيف تروح بعدها بيومين تقول لك الله الاربع بنوك المصري دول تم تخفضهم الخمسة الخمس بنوك دول تم تخفضهم ده انعكاسه ايه على البنك وانعكاسه ايه على اينا وصحتك أولا ده هذا طبيعي جدا لا يمكن يبقى خفض الملد المصري لا يا فن مش كده لا يمكن يبقى البنك المملوك للدولة الريتنج بتاعه وتصنيفه اعلم الدولة تمام ما ينفعش بما الدولة نزلت كتصنيف يبقى البنك اللي هي بتملوكه نزل اه على طول علاقة ده بي انا ايه ده بيك كمواطن لا حياتك مش فارغ معاك القصة علاقة البنك بتعامله معايا ايه لا حياتك بيتعامل معاك عايدي خالص في كل حاجة ولكن فيه احنا هنا بنصنف البنوك لان هزيه البنوك برضو من خلال الدولة بتعاني من مجموعات مشاتل تمام اللي هي منها ندرة العملة او عدم مغافرة العملة وده ليها تأثير ليها تأثير على معادلات مهمة جدا بالنسبة للبنوك اه 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 الناد فارن أسس اللي هو فيه تأثير على صافي الأصول صافي الأصول الأجنبية بيبقى ليها تأثير اه برغم على فكرة انه أرباح البنوك تسألها دي كويسة طب هو ازاي انا بسأله ازاي بقى أرباح البنوك دي كويسة جدا وفي الآخر البنك بيتخفض لأن حياتك هو في دولة مع البلد كلها اتخفضت وبالتالي هو لازم يتخفض لأنه هو مملوك لهذه الدولة عشان كده البنك بيعمل الإجراب بتاعت الكروش هاقول لك حاجة بنك سكندريل تمام مملوك لمين سان باولو 80% ده بيغير تعاملات البنك مع العملاء بتوعه مش عارف او عنده صعوبة في تعامل معاه لا هو طبعا شوف حياتك هو عنده ما انا قلتها لك من الأول قلت له فيه عدم وغفرة عملة وبالتالي حضرتك النهار ده المنتجين بتفتح اتمادات او عندها مستهدات تحت التحصيل ده بيقل إلا من خلال اتفاقات ده مقاش موجود زي الأول فده فحد ذاته بيأثر فيه الإجمالي الكروض بتاعت الناس بيأثر زيادة الضخم ده زيادة الضخم حيث تقعد بتزود الفايدة بقى لك 11 مرة بتزود الفايدة بيطور فخري قالت تزود انا محتاجة اغطي الفجوة التاملية اللي هي ايه واحد انا محتاجة ادفع كروض اتنين انا محتاجة اغطي حتاجات المستواردين لا نعم بقول الخمسة بعيدا عن اليساط خالص بعيدا تماما ده عشان فتح الاعتمادات هل انا النهارد اقدر اواجه سوق المستواردين اللي محتاج دولار برقم ايه الرقم اقلم اقلم متطلباتهم اه ما ده سؤالي اصلا لقى حضرتك يعني انا معك بتتكلم المنطق انا ماشى مع الفوربولا تمام لكن كرقم اواجه ازاي فوق 80 مليار ب20 مليار اوه بصي حضرتك احتياجاتنا الشهرية من الدولارات 5 مليار اللي هو 5 في 12 ده الشهري اللي هو الشهري ال 60 انت غيب ال 60 بتاعي فاحنا بنقول انه انا عايز اعمل يعني ما نسميه بانه بفتح الاعتمادات تدريجيا خلال يعني اسابيع القليلة اللي هو مثلا شهر هتقرر فيه انك تحر بالظبط يا فاني لو حضرتك دعيتي بكرة انك تشاركي في حلقة نقاشية تخص سياسة البنوك في مصر في الحوار الوطني الاقتصادي لرئيس الجمهورية اعلن عنه ايه اللي شايف انه اهم حاجة لازم تتناقش سعر الصرف نمرة واحد بالنسبة للبانك اه سعر الصرف تدخل طبعا الفايدة العالية الحاجات دي لازم نقاش لان هي دي المشكلة الاساسية اللي عندها ولازم بقاليه حل لسعر الصرف وفي حلول ممكن تبقى خارج الصندوق يعني سريح يعني اعايز اقولها هتا من وجهة نظري فضالي فان من وجهة نظري انا عندي مصدرين اشتري الحصيلة او نصها شوفها ولا هتا المصدر محتاج جزء بالحصيلة علشان خاطر يغطي احتاجاته في ما يخص المواد الخام وخلق مش الباقي اشتري بفريمي اشتري المصدر انتقل لا الحصيلة الدولارية تشتري الحصيلة الدولارية بتاع لا ده اللي انا بفكر فيها ده حاجة حاجة تانية احنا كبنوك طول عملها بنقرد بنقرد دول وكل حاجة ايه المشكلة ان احنا نقدر نوصل الاتفاق مع دول كبرى فلي تكن مثلا الصين الهند دول تاني وخمس اكسات في العالم بمبلغ يغطي الفجوة التمويلية واحتياجي لبنى السنة ونحط بقى الايه العناصر الاقتمانية الاساسية انا محتاجة طيب فترة سماح عشان ابتدى سدد اكون انا وقفت وصد السوق اللي موجود ده بس ده مش دين زيادة ما هو حضرتك هتاخذو زيادة هل انت انت النهاردة محتاج تغطي حاجات اساسية حاجة بالتنين عايز توفر عملة هتوفرها ازاي انا قلتلك واحدة ما فهم اشتري ده التانية اخذ قرد يغطي الفجوة التمويلية لمدة سنة بفترة سماح سنة واجي وعلى فكرة ممكن اوصل معهم الاتفاقات في السداد مختلفة مقايدة عملات هنشوف هيحصله في خلال الايام اللي جاية مع اعلان رئيس الجمهورية عن حوار وطني اقتصادي حوار وطني بس الاقتصاد بالتأكيد انه الوثيقة اللي علنتها الحكومة مش هي اخر المطاف وبالتأكيد انه هيحصل عليها تغييرات التغييرات دي بقى تترجم ازاي ده اللي حضرتك وحضرتك المفترض ان انتوا تكونوا اول اللي بتتأثروا بي واول الناس اللي هنعكس عليكم من التغيير ده اللي احنا بنتمنى وندعي انه بقى تغيير ايجابي وليس سهل نشوف حرككم بكرة اخي